واضح إن الأزمة الاقتصادية في العالم لسه عندها أزمات جديدة كل شوية بتخلفها وترميها في وشنا اليومين دول فيه سلسلة انهيارات وإفلاسات في بنوك كتير في أمريكا وامتدت لأوروبا وأصابت بنوك كتير ما كانش حد يحلم إنها تمر بأزمة من كتر الفلوس اللي فيها ومن كتر أهميتها بنوك كان بيتقال عليها أكبر من الفشل وبسبب الوضع ده ناس كتير خايفة العالم يدخل في أزمة أكبر زي اللي حصلت في التلاتينات أو الأزمة اللي حصلت في 2008 ونتيجة الأزمات دي كلها أكتر بلد تأثرت لغاية دلوقتي برأ أوروبا وأمريكا هي مصر هاريسود إيه الموضوع؟ ليه مصر تأثرت بالسرعة والسهولة دي؟ ليه كل ما حاجة تحصل برأ إحنا أول ناس بنتأثر هيا بنا نشوف في الأول لازم نأكد على حاجة بس عشان ما حدش هتخيل اللي هنقوله ده تبرير للهبل اللي بيقوله النظام إن اللي حصل في مصر ملاش يدي فيه والسبب هو الأزمة اللي حصل في العالم فيه فرق من إن تحصل أزمة في قطاع ما في بلد وفي حالتنا النهاردة القطاع ده هو القطاع المصرفي وبين إن اقتصاد البلد يبقى خربان وضايع ومنهار كل دول العالم مهما كانت كبيرة بتمر بأزمات بس الدول المستقرة بتقدر تتعمل مع الأزمة وتعديها أو على الأقل تخلي نتائجها محدودة وده اللي بيحصل في أمريكا وأوروبا والدول اللي فيها الأزمات اللي هنتكلم عنها دلوقتي بدليل إن سنة 2008 حصلت أزمة كبيرة جدا برضو بسبب القطاع المصرفي في العالم والدول الكبيرة تجاوزتها عادي جدا لكن في بلد زي مصر أي أزمة صغيرة بتفشخ الوضع والمواطن اللي أصلا مفشوخين لأن أي حاجة بتحصل في العالم بتبقى عبارة عن امتحان مفاجئ للنظام اللي عمره مذاكر لحظة في حياته اللي بيقولك أنا عدت 50 سنة أذاكر يعني إيه دولة الأزمات اللي بتحصل في العالم كل اللي بتعمله إنها بتكشف العيوب اللي عندنا مش بتتسبب فيها هي موجودة أصلا بس هي كشفتها لك الأزمة الاقتصادية في مصر سببها فشل سياسات النظام من قبل العالم ما يمر بأي أزمة أصلا زي كورونا ولا حرب روسيا ولا أوكرانيا وغيرها وده اللي بتقوله كل المؤسسات العالمية بيما فيها المؤسسات اللي النظام بيتعاون معها وبيطلب مساعدتها وبيستلف منها زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الاقتماني وغيرها نيجي بها لأزمة البنوك العالمية اللي حصلها دلوقتي الوضع الاقتصادي في العالم من سنة 2021 فيه تضخم كبير التضخم ده ضرب كل الدول بلا استثناء وأمريكا زيها زي أي دولة في العالم عندها تضخم برضه ومن أساليب حل مشكلة تضخم اللي الاقتصاد العالمي بما إنه اقتصاد رأسمال يعني بيتباعها دايما هو أسلوب رفع سعر الفايدة أمريكا زي ما كلنا عارفين رفعت سعر الفايدة كذا مرة خلال السنتين اللي فاتوا رفع سعر الفايدة ده ببساطة يعني من ضمن الحاجات اللي بيعملها هو إنه بيخلي البنوك تدفع فايدة بالسعر الجديد لكتير من السندات اللي محطوطة فيها من قبل الرافع ده غير إن سعر السند اللي البنك بيعه قبل رفع الفايدة بتقل إمته بعد رفعها يعني البنك بيبقى لبس حاكتين الفرق بين سعر السندات قبله وبعد الرافع والفايدة الجديدة جنب الخزوق ده بقى فيه مقلب تاني شربته البنوكة الامريكية وهو ان البنك الفيدرالي الامريكي اللي هو زي البنك المركزي عندها في مصر كده الف 2021 ان الازمة تحت السيطرة وان ما فيش قلق ودخل بنوك كتير تشتغل يعني اي ناعم تحت ازمة بس مش بالحجم الحقيقي للازمة دي نتيجة ان الفيدرالي الامريكي كان مطمنه بالتالي بنوك كتير توسعت وزودت نشاطها من غير ما تعمل حسابها للمستقبل او تعمل حساب الفروق الكبيرة جدا اللي هتحصل في المستقبل القريب في اسعار السندات وسعر الفيدر البنوك دي جد الوقت بقى وبتلبس من اهم واكبر البنوك دي بنك اسمه سيليكون فالي بنك او اس في بي البنك ده متصنف رقم 16 بين البنوك في امريكا وبنك عالمي ليه استثمارات ومحافظ مالية في شركات وبنوك كبيرة في العالم كله وهو نفسه في محافظ لشركات وبنوك كبيرة بين العالم كله البنك ده ليه 17 فرع في امريكا الوحدة ده غير عشرات الفروع في اوروبا واسيا والشارع الاوسط عشان كده لما البنك ده فلس الاقام اللي فاتت كان ده اكبر افلاس لبنك من ساعة الازمة العالمية في 2008 وتاني اكبر افلاس في التاريخ وازمة البنك ده اتنقلت زي العدوى لبنوك تانية في امريكا وبرى امريكا كمان في كل اوروبا والعالم البنك ده معروف بانه من البنوك المفضلة للشركات الناشئة او الستارتابس وشركات التكنولوجيا عموما يعني وكان يعني من كتر نجاحه وقوته ما تأثرش بأزمة كورونا في 2020 بالعكس ده عمل معدلات نموه كبير ده غير انه استفاد من النجاح لحقيقته شركات التكنولوجيا والمعلومات خلال فترة الحظر والاغلاق لان الناس كانوا عاديين في بيوتف وبالتالي زاد الاقبال على التكنولوجيا والمعلومات عشان الناس تسلي قعدتهم الشركات ده حطت فلوس كتير جدا في سيليكون فالي بنك ده ده غير انه اصلا يعني كتير من شركات التكنولوجيا كانت شركات ناشئة يعني تقريبا 50% من الشركات الناشئة في امريكا فلوسها في البنك ده فالوضع ده خلى البنك عنده ثقة كبيرة انه يقدر يعمل اي حجم من الاستثمارات في اي وقت بدون خطر عشان كده غلط غلطتين الاولانية هي انه استثمر في سندات طويلة الاجل يعني مدتها كذا سنة الاستثمار ده عبارة عن انه هو نفسه اصدر سندات طويلة الاجل لم بيها فلوس كتير من الناس نتيجة ثقاتهم فيه وبرضو اشترى سندات من شركات وبنوك تاني الغلطة التانية هي انه نتيجة المكاسب الكبيرة بتاع القطاع التكنولوجيا راح عامل شركة تكنولوجيا استثمر فيها حوالي 80 مليار دولار وطبعا ده كمان استثمر طويل الاجل ودي فلوس موضعين للأسف توقعات البنك اللي كان معتمد في جزء منها زي غيره يعني من البنوك على تطمينات الفيدرالي الامريكي بدأت تقلب بأزمة من 2021 بسبب زيادة التضخم بمعدلات كبيرة وزي ما قلنا مع زيادة التضخم الفيدرالي الامريكي رفع الفيدة كذا مرة نتيجة رفع الفيدة السندات بتاعت ساليكم فالي بانك اللي تقيمتها سواء السندات اللي هو مطلعها للناس او اللي هو مشتريها من بر اللي أزمة التانية اللي استجدت على البنك ان السندات الجديدة اللي هيطلعها للناس لازم يعملها بفيدة أعلى يعني لبس فرق سعر وفيدة السندات القديم زائد الفيدة الكبيرة للسندات الجديدة نتيجة المشكلة دي البنك لقى نفسه على آخر 2022 خسرا 15 مليار دولار وللأسف يعني المصائب لا تأتي فرادة البنك لقى نفسه في مواجهة أزمة تانية محدش كان متوقعها وهي ان شركات التكنولوجيا او شركات الناشئة في 2022 نتيجة زيادة التضخم بدأت هي كمان تخسر واسهمها قمتها تقل وبدأت تعاني من مشاكل في التمويل بالتالي أرباحها اللي بتحطها في سيليكون فالي بنك بدأت تقل ونتيجة أزمة شركات التكنولوجيا البنك خسر 16 مليار دولار من ودائع الشركات دي على آخر 2022 وده فوق الخمستاشر مليار اللي خسرهم بسبب السندات مع الخسائر دي ومع الزيادة التضخم بدأ موضعين كتير يسحبوا فلوسهم من البنك وده كانت ضربة جديدة بقى محدش كان ناقصها الصراحة لأن السحب المتكرر قل للسيولة عند البنك وبقى معرض أن فيه ناس تطلب تسحب فلوسها وما يلاقيش يدفع لها وده أكبر مصيبة ممكن بنك يتعرض لها لأن يعني يمكن المعلومة اللي حضرتكم ما تعرفوهاش أي بنك في الدنيا مش هيكون فيه غير يمكن عشرة في المية من إجمالي فلوس الموضعين اللي فيه والباقي كله في السوق بيلبس طقية دلدة والدنيا ماشيت عشان كده مع أواخر 2022 ومع زيادة السحب من البنك كان لازم يدور على حل يوفر بيه سيولة عشان كده في الأول يعني باع جزء كبير من السندات بتاعته سواء اللي هو مطلعها أو اللي ليبر وزي ما قلنا السندات دي طويلة الأجل يعني قمتها قلت لما وصلنا إلى 2022 يعني باعها بالخسارة عشان يوفر سيولة يدفع بيها للناس اللي تسحب فلوسها بس الحل ده ما كانش كفاية لوحده فاضطر بعدها أنه يبيع كل محفظة السندات بتاعته أصلا وهنا بقى اللحظة لأن أكبر شركة للعملات المشفرة زي البيتكوين في العالم انهارت الشركة دي اسمها FTX ودي واحدة من شركات التكنولوجيا اللي كسبت أرباح كبيرة قبل 2022 الكارثة أن البنك كان له أسهم كتير في الشركة دي ده غير أن الشركة دي نفسها لها فلوس عنده هي وشركات عملات مشفرة كتير أغلبها لم يكن كلها يعني انهارت بالسبب لانهيارات دي أسهم البنك خسرت أكتر من 60% من قيمتها في يوم واحد وكل ده حضرتك حصل في نفس الوقت بالتزامن مع بعضه كده يعني تقريبا خلالت 3-4 شهر اللي فاتوا بس وطبعا لأنه مفيش حاجة تستخبط أخبار خسارة البنك اتعرفت وانتشرت بالتالي الشركات الناشئة الكتيرة جدا اللي كانت حطة فلوسها عندهم اترعبت وجرت تسحب الفلوس ومع أول كام يوم من شهر مارس اللي احنا فيه ده كانت سحب من البنك حوالي 42 مليار دولار يعني خربت ومع عمليات السحب دي أصبح البنك رصيده بالسالب وبقى مديون بحوالي مليار دولار هنا البنك لجأ لآخر طريقة بقى ينقذ بها نفسه فأعلن عن خطة للزيادة فلوسه بـ 2.5 مليار دولار وطلب من الموضعين ان هما يدعموه بس محدش عبار المشكلة ان القانون في أمريكا بيعوضك عن وديعتك في البنك لغاية سقف 250 ألف دولار في حين ان أغلب الشركات اللي فلوسها في البنك يعني كلها معبدية رقم ده بكتير يعني بنتكلم في ملايين بالتالي في 19 مارس الحالي انهار واحد من أكبر البنوك في العالم وتم إعلان إغلاق البنك تماما بمجرد الإعلان ده الحكومة الأمريكية اتدخلت واتعهدت للناس إنها هتسترد ودايعها للغاية 250 ألف دولار وبايدن بنفسه اتكلم وأعلن إنه هيحاسب كل اللي تسببه في الأزمة عشان ملاقش نفسنا في مواجهة أزمة زي اللي حصلت في 2008 وده لأن أزمة 2008 بدأت برضو من أمريكا لما 19 بنك أمريكي فلسوا ونهاروا وراء بعض بالتالي كل بنوك العالم حصل فيها مصيدة بس رغم كارسة انهيار البنك ده إلا إن الحزبين الكبار في أمريكا اختلفوا مع بعض بخصوص إنقاذ البنك الديمقراطيين شايفين إنه لازم يحصل تدخل أوزع من اللي حصل عشان يطمنوا الناس على ودايعهم وينقذوا القضاع المصري في كلهم في المقابل الجمهورين بيقولوا إحنا ملا ما تسيبوا اللي يفلس يفلس ده سوق حر والبقاء فيه للأقوى واللي قادر ينقذ نفسه بس في هزم الخناء دي مش عليلة في أمريكا إنهيار سيليكون فالي بنك عمل زي عودة كابريت اللي ولع في كومة أش والنار انتشرت بسرعة في كل حاجة حوله لأن الكارسة دي اتسببت في خسارة يعني تقريبا لكل برصات العالم والبنوك الكبيرة بنوك اسمها الخض زي بنك السوسيتات جنرال الفرنسي وباركليز البريطاني وبنوك تانية كتير في ألمانيا والسويد وسويسرا وأسيد كلها بنوك كان بيتال عليها أكبر من أنها تفشل وبقى واضح جدا أن القطاع المصرفي في العالم كله احتمال يدخل في كارسة الاحتمال ده بقى واضح جدا مع الأزمة اللي حصلت يعني في واحد من أكبر بنوك العالم على الإطلاق اللي هو بنك كريد سويس في سويسرا البنك اللي دائما بنسمع عنه في الأفلام العربي إن كل الحرامية الكبار بيحطوا فلوسهم فيه ده غير إن دول كاملة بتعتمد عليه في الاحتفاظ بوضاعها نتعرف حكام العالم التالت بيخافوا على فلوسهم جوا بلادهم وطبعا مفيش فرق من فلوس البلد وفلوس الحاكم وطبعا برضه بالنسبة للحكام دول لما يحطوا فلوسهم برا أحسن ما يستثمروها في مشروعات محترمة جوا البلد عشان لو لقدر الله يعني الظروف اتغيرت يلاقوا كم مليار يصرفوا منها هم وعالوا بنك كريد سويس يعني خسر 30% من قيمته خلال الكام يوم اللي فاته بسبب الأزمة اللي بدأت في أمريكا أكبر مساهم في بنك كريد سويس هو البنك الأهلي السعودي عشان كده السويسريين استغاسوا بالسعودية عشان تزود استثمارها في البنك وتعود خسرته بس البنك الأهلي السعودي الغد دلوقتي يعني رافض يعمل ده لسبب غير معلوم مع إنه أكبر مساهم في كريد سويس بس وارد جدا يعني إن السبب يكون هو إن السعودية نفسها خايفة من زيادة خسائر القطاع المصرفي العالمي خصوصا بعد كل البنوك اللي تأثرت بأزمة سيليكوم فالي بنك وإفلاس أكتر من خمس بنوك في أمريكا لغادي الوقت وخصوصا كمان بعد ما الخسائر ضربت كل بنوك وبورصات الدول العربية والشارع الأوسط وخصوصا تالت مرة إن شركة أرامكو السعودية العملاقة بتاعت البترول واللي أرباحها بتزيد كل يوم هي كمان اللي أسهم بتاعتها تأثرت بسبب الأزمة دي وخسرت في الأئمة اللي فاتت بل إن أسعار النفط نفسها انخفضت بسبب الأزمة يعني الموضوع كبير ويخوف مش بسيط بس رغم الخسائر اللي أصابت الدول العربية وأفريقية كتير منها قطر والسعودية والكويت وغيرها إلا إن أكبر خسارة كانت في مصر وطبعا السبب واضح هو إن مصر أصلا ما فيهاش اقتصاد وأي مضارب صغير في بورصة في الكونغو ممكن يقلب الاقتصاد المصري من كتر ما هو هش السهم بتاعه انخفض في البورصة حوالي 4% والبورصة نفسها خسرت 65 مليار جنيه في يومين طب وليه كل ده يعني عشان كذا سبب الأولاني هو إن كتير جدا من الشركات الناشئة في مصر واللي ليها تمثيل في البورصة بتتعامل مع البنك ده وليها فلوس فيه وهو نفسه بيشارك في تمويلها ودي مصيبة كبيرة لأن مصر ما فيهاش آلية لتعويض ولو جزء من خسائر الشركات دي والسبب الثاني هو إن بسبب ضاعف الاختصاد المصري في أي أزمة في العالم مهما كانت صغيرة بتعمل هلع عند كل المستثمرين وده اللي خلى البورصة المصرية يحصل فيها هبوط جماعي لأسهم كل الشركات إلى أيام اللي فاتت سبب الثالث هو أزمة الدولار اللي موجودة أصلا في مصر لأن خسائر البنك ده بالدولار ساعدتك والدولار اللي في مصر قليل أصلا بالتالي المستثمرين يخافوا إن تأثيرات الأزمة توصل لدرجة أنهم ما يلاقوش دولارات في البلد يسحبوها إذا كان ده حصل في بنوك في أمريكا يعني فما بالك بقى بقى بمصر اللي أصلا اقتصادها على كف عفريت ودي الحقيقة اللي كل يوم والتاني بيظهر عليها دليل جديد وهي إن سياسات النظام والديون الكتير جدا اللي استلفها خلت الاختصاد المصري أكتر اقتصاد ضعيف في المنطقة لأن ربك يمهل ولا يهمل امتحانات ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها وهو ما كانش مذاكر وكان ما حطف بطنه قطيه خصيفي متخيل إن محدش هيحسب فييجي امتحان ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ولسه يعالم إيه اللي جاي لما يخليه مال تخالص قدام الناس المشكلة بقى إن الأزمة دي ممكن تطول شوية والسبب هنا سياسي مش بس اقتصادي لأنه زي ما قلنا الجمهورين في أمريكا متخنقين مع الديمقراطين بخصوص حل الأزمة وطبعا يعني ده وضع ممكن يطول عشان الجمهورين يزودوا الإحساس عند المواطن الأمريكي إن الديمقراطين فشلين اقتصاديا وفي الحالة دي الاقتصاد المصري هتوضاف لي أزمة جديدة فوق الأزمات اللي هو أصلا مش مستحملها ولسه بقى عندك التعاوم الجديد لما يحصل إن شاء الله فربك يسطر على مصلحة المواطن اللي ورمت بالصب ونشوفكوا على خير إن شاء الله